موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 السلام عليكم وبركاته يبقى القاعدة زائد عشرة برافو عليك يلا بينا مع بعض في النمط الاخر عندي عشرة خمسة عشر عشرون يا ترى بزود كام؟ هنا يا ميس انا بزود خمسة يبقى خمسة وعشرون خمسة وعشرون زائد خمسة سلاسون يبقى القاعدة زائد خمسة طيب تعال كده مع بعض عندي في النمط الاخر عشرون ثمانية عشر ستة وعشر خلي بالك يا سنة تالتة ممكن اللي احنا نزود النمط وممكن اللي احنا نقصه طبعا لازم تكتبلي القاعدة بالاشارة بتاعتها ما ينفعش تكتبلي العدد اللي انت زودته بس طيب يلا بينا كده عشرون ثمانية عشر ستة وعشر يطرى بيزيد ولا بيقل بينقص يميز بنقص اثنين يبقى هنا ستة وعشر ناقص اثنين اربعة وعشر اربعة وعشر ناقص اثنين اثنى عشر اثنى عشر ناقص اثنين عشرة يبقى القاعدة بتاعتي ناقص اثنين برافو عليك يلا بينا نشوف النمط الاخر عندي سبعة وسبعون سبعة وستون سبعة وخمسون انت ملاحظ ايه ملاحظ ان بيت الاحد طبعا او خانة الاحد سبتة وخانة العشرات هي اللي بتزيد بتزيد ولا بتنقص ها طبعا احنا ماشيين تنازلي كأننا ماشيين تنازلي كده يبقى بتنقص برافو عليك ها بتنقص كام عشرة هيبقى النمط اللي وراه يبقى كام يبقى 57 ناقص عشرة 47 47 ناقص عشرة 37 37 ناقص عشرة يبقى 27 يبقى انا في القاعدة بتاعتي كل مرة بنقص عشرة تمام يا سنة ثالثة يلا بينا مع بعض في السؤال الاخر بيقولي اكمل النمط واكتشف القاعدة ها هنا 300 وبعد كده 310 ها بعد 310 يا ترى انا النمط عندي بيزيد ولا بينقص لا طبعا بيزيد هيبقى كام 320 يبقى انا بزود كام يا سنة ثالثة عشرة بعد 320 330 340 يبقى اللي انا زودته اللي انا زودت زائد عشرة لازم طبعا اكتبه بايه بالاشارة بتاعته يلا بينا للنمط الآخر 780 775 اه ده انا هنا عندي كان عندي 780 بقت 775 يبقى انا نقصت خمسة يبقى انا كل مرة نقص خمسة يبقى 775 اما نقص منها خمسة هيبقى 770 770 انا نقص منها خمسة يبقى 765 765 انا نقص منها خمسة تبقى 760 يبقى القاعدة عندي ان انا كل مرة بنقص خمسة يلا بينا مع بعض في النمط الآخر ها 260 مئتان وسبعون طبعا بقت سهلة علينا سنة تلتة ها كده بزيد ولا بناقص لا طبعا خانة العشرات بتزيد واحد يعني انا بزود عشرة الواحد في بيت العشرات بكام بعشرة هتبقى مئتان وسمانون مئتان وتسعون ها وبعد كده سلاس ومئة برافو عليك يبقى القاعدة عندي هنا زادت كام زادت عشرة يلا بينا مع بعض للسؤال اللي وراء بيقولي اكمل الانماط البصرية طبعا احنا الانماط اللي عندي اللي فاتت كتا انماط عددية بزود او بنقص اعداد يلا بينا الانماط البصرية لازم تاخد بالك جدا منها وتشوف ايه اللي بيزيد و ايه اللي بينقص ها عندي صح غلط وبعد كده راح فاصل وعمل لي اتنين صح اتنين غلط يا ترى النمط بتاعي ها النمط بتاعي زاد ولا نقص لا طبعا زاد اه زاد ايه كل مرة بزود صح غلط يبقى صح غلط دي اول واحدة تاني حاجة بقت اتنين صح اتنين غلط تالت واحدة هتبقى ثلاثة صح ثلاثة غلط وهكذا هفضل ازود النمط بتاعي صح غلط طيب يلا بينا كده في السؤال الاخر عندي مسلس مربع وبعدين فصل وقال لي مسلس مربع يبا انا عندي النمط بتاعي مسلس مربع طيب تعالا نشوف كده رقم تلاتة بيقول لي مستطيل مربع راجع تاني قال لي مستطيل مربع هل زود حاجة لا طبعا ما زودش ناقص حاجة لا ما ناقص يبقى نفس النمط بيتكرر زي ما هو يبقى انا هرسم مستطيل مربع يلا بينا مع بعض كده نشوف رابع سؤال اه اكس او راجع تاني اكس اتنين او يبقى دلوقتي زود ايه يا تارا زود في حاجة زادت خد بالك اللي انا بزود ايه او يبقى النمط اللي وراه هيبقى اكس وتلاتة او تعالوا بقى مع بعض حبيب نشوف التمثيل البياني بالاعمدة طبعا احنا اخدنا قبل كده التمثيل البياني وعرفنا ان ليه انواع هنا عندي التمثيل البياني بالاعمدة بيقول لي الجدول التالي يوضح عدد الفواكه الموجودة بسلاجة المنزل لاحظ الجدول ثم اكمل الرسم البياني طيب هنا حبيبي كاتب لي الفواكه عندي انواع الفواكه اللي عندي عندي فراولة عندي طفاع عندي برتقال عندي موز طيب يا ميس انا عندي فيه حاجة اسمها التكرار مكتوبة وعندي علامات اللي قدامي ايه يا ميس العلامات دي اه احنا احنا كبرنا بقينا في سنة تالتة فعندنا حاجة جديدة في التمثيل البياني اللي هي الحزمة الحزمة دي حبيبي بتبقى مكونة من خمس شرط بيبقى اربعة وعليهم الشرطة الخامسة كده متنية زي احنا نشوء شايفين الحزمة دي دي كده حزمة عندي اربعة شرط وقفين والشرطة الخامسة بقفل عليها كده دي اسمها حزمة اول ما شفها دي بتسهل علي العد اول ما شفها اعرف على طول ان دول ايه خمسة طيب ايب انا عندي الفراولة عندي تلاتة عندي عندي التفاح خمسة البرتقال شرطتين يعني اسنان الموز حزمة يعني خمسة طيب يلا مع بعض كده نشوف بعد كده هنعمل ايه الفواكه بسلاجة المنزل يلا بينا اول حاجة طيب يلا يلا مع بعض الفواكه بسلاجة المنزل ده العنوان بتاعي ده الايه العنوان بتاعي يلا مع بعض نشوف الرسم الباني بالاعمدة يلا مع بعض يلا بينا احنا عندنا محور عندنا حبيب الرسم الباني بتاعي ده مكون اللي هو عنده عدد الفواكه ده ده المحور الرأسي لانا بكتب عنده الاعداد فانا كتبت الاعداد بتبقى على حسب الاركام الموجودة عندك 0123456 وده يا حبيبي المحور الرأسي ده اللي زي ما قلنا كتبنا عنوانه ده عنوان المحور عدد الفواكه ده يا حبيبي العنوان عدد الفواكه عندي المحور اللي هو النائم تحت على السطر ده ده المحور الأفكي ده المحور إيه الأفكي اللي هو عنوانه نوع الفواكه بنوع الفواكه ده اللي هو عنوان المحور الأفكي بعد كده هرتب عندي الفواكه الموجودة للفراولة طفاح برتقال موز تمام طيب احنا عندنا هنا زي ما قلنا في الجدول بتاعنا اللي كان قبل كده احنا قلنا الفراولة كانت كام كانت سلاسة فانا هطلع بالعمود بتاعي الحد رقم سلاسة وارسمه طيب تعالوا نشوفوا الطفاح كنا يليل طفاح حزمة يعني خمسة يبقى انا هطلع ارسمه الحد رقم خمسة وعد زود او تنقص وصود الرقم بالضبط بالمصطرة بتاعتك وترسم العمود بتاعك طيب بعد كده عند البرتقال اه شرطتين يعني اثنين يبقى انا هطلع بالعمود بتاعي الحد رقم ايه اثنين واف بعد كده عند الموز الموز الحد رقم كام اه ده حزمة يعني الحد رقم خمسة زي التفاح وهطلع وارسم يبقى انا كده رسمت الرسم البياني بتاعي بالاعمدة يلا بينا مع بعض نشوف السؤال بتاعي اه ده تكملة السؤال بتاع الرسم البياني بيقولي اكتب عدد الفواكه ثم قارن باستخدام الرمز المناسب اكبر من او اصغر من او يساوي يبقى انا عايز اعمل ايه عايز اعمل مقارنة بين ايه بين انواع الفواكه يلا بينا مع بعض من الجدول اللي فات هنشوف الفراولة يا ترى الفراولة كان عددها كام ثلاثة طب البرتقال كان كام اثنان يلا بينا نقارم مع بعض مين الاكتر السلاسة ولا الاسنان طبعا السلاسة اكبر من اسنان طيب يلا بينا نشوف عدد التفاح التفاح كان كام خمسة كانت حزمة مقفولة طب الموز كان كام كان خمسة برضه يبقى ده قد ده او العدد ده بيوميسل العدد ده يبقى كام هنحط يساوي. طب يلا بينا البرتقال كام? البرتقال اثنان. طب التفاح كام? خمسة. يبقى هنحط علامة اصغر من يبقى الاثنان اصغر من الخمسة. يلا بينا مع بعض حبيب نشوف السؤال اللي وراه. بيقول لي الجدول التالي يوضح عدد الحشرات التي شاهدتها يا مريم. في الحديقة. لاحظ الجدول ثم اكمل الرسم البياني. انا عندي دلوقتي اه نوع الحشرة وعند التكرار. يبقى دلوقتي عنوان الرسم البياني بتاع ايه? اه هناخده منين? هناخده طبعا من المعطل العطولي فوق. اه يبقى عدد الحشرات في الحديقة او انواع الحشرات في الحديقة. يبقى انا عندي هنا نوع الحشرة. فراشة. هي ترى الفراشة كام? هيا احنا قلنا الحزمة خمسة مقفولة. وكم زيادة معاها? اه خمسة زائد اربعة يبقى تسعة. طيب النحلة كام? خمسة حزمة مقفولة. وجنبيها واحد يبقى كده كلهم على بعض ستة. طب الخنفساء? اسنان. طب النملة? خمسة برافو عليك. يلا بينا مع بعض كده نشوف اه عنوان الرسم البياني بتاعي الحشرات بالحديقة. طبعا اه خد بالك ان لازم تعمل محور رأسي ومحور افكي. ونحط عليه طبعا الرسم البياني بتاعي او نرسم عليه الاعمدة بتاعتي. يلا بينا مع بعض انا عندي الفراشة. الفراشة كام? تسعة. يبقى تطلع. انا عندي هنا التكرار خلي بالك مش ماشي. واحد واحد. لا ده ماشي ايه? اه ده بيقفز اثنان اثنان. زي ما انت شايف. انا عندي سفر اثنان اربعة ستة سمانية عشرة اثنى عشر. يبقى دلوقتي هنطلع بالعمود بتاعي. من السفر الحد التسعة. وهنزلله طبعا. يلا بينا تاني نوع من الحشرات. عندي النحلة. النحلة كات كام? ستة. يبقى هطلع عن العمود بتاعي وهرسم ايه? ستة. يلا تالت حاجة الخنفساء. كانت اثنان. طبعا هاجي عند الاثنان وهقف. وهنزل بالعمود بتاعي. وهزلله. يلا بينا اخر حشرة معي. كات النملة. يا ترى النملة كام? خمسة. هتقول لي ميس انا ما عنديش هنا خمسة. هقول لك انت عارف ان الخمسة بتقع في وسط الاربعة والستة. يلا بينا كده بالمسطرة. طبعا كل شغلك بالمسطرة والقلم الرصاص. يلا بينا كده هنحط على كام? على العدد خمسة. وهنزلل العمود بتاعي. يلا بينا مع بعض كده نشوف السؤال الاسئلة اللي عندنا على الرسم البياني. بيقول لي عدد الفراشات التي شاهدتها مريم. احنا قلنا حبيب ان هي شاهدت كم فراشة? برافو عليكم تسعة. طيب اكبر الحشرات عددا. مين كانت اكبر حشرة شاهدتها مريم? اه الفراشات. طيب تزيد عدد الفراشات عن اعداد الخنافس. بمقدار كام? اه قلتلي ياميس ان هي تسعة لعدد الفراشات. الخنافس ناقص اثنين. هيساوي سبعة. طيب مجموع اعداد النمل والنحل. مجموع اعداد النمل والنحل. فانا هجمع النمل زائد النحل. النمل عندي ستة. والنحل خمسة. يبقى ستة زائد خمسة يساوي احد عشر. طيب الحشرة التي شاهدتها مريم باقل عدد هي كانت ايه برافو الخنفسة. اجمالي عدد الحشرات يبقى انا هجمع كل الحشرات اللي عندي. تسعة زائد ستة زائد اثنين زائد خمسة هيساوي اثنين وعشرون حشرة. يلا كده يا طلابي كن بتجميع البيانات الاتية عن فصول السنة المفضلة لدى بعد الطلاب ثم امثل تلك البيانات مستخدما الرسم البياني بالاعمدة. نوع الحشرة يلا مع بعضه والتكرار خلاص احنا بقنا شاطين وعارفين يعني ايه التكرار يعني الخمس حزم ومعاها واحدة فصل الشتاء يعني ستة. فصل الصيف خمسة وثلاثة ثمانية. فصل الربيع خمس حزم وخمس حزم عشرة. فصل الخريف اثنين. هيا بنا يا طلابي نستكمل العنوان فصول السنة المفضلة. يلا احنا عرفنا الرسم البياني بالاعمدة عندي ايه عندي محورين. يلا الشتاء ها الشتاء المحور الاول في سول السنة والمحور الثاني يشيد الى عدد الطلاب. الى عدد الطلاب. طب الشتاء طلع الى ستة. الشتاء طلع الى ستة. الصيف ثمانية. الربيع عشرة. الخريف اثنين. يلا مع بعد اي مكياس رسمكم تبستخدامه. تمثيل البيانات بالاعمدة. اي فصل من فصول السنة يفضله اكبر عدد من الطلاب. فصل الربيع. اي فصل من فصول السنة يفضله اقل عدد من الطلاب. فصل الجدول باستخدام العلامات التكريرية. طب السبت التسعة. في عدد ساعات المذاكرة خلال الاسبوع تسعة. ومجيني المفتاح. قال لي ان الساعة كاملة ساعتين. اه نصف الساعة بساعة واحدة. يعني لما نيجي نعيد نقول واحد اثنين سلاسة اربعة. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشان دي النصف. طب انا نعيد مع دي واحد اثنين. سلاسة اربعة خمسة. واحد اثنين سلاسة اربعة خمسة ستة. عشان الكاملة باسنين زي ما هو مجديني في المفتاح. اللي بننا من المفتاح يا طلاب. واحد اثنين سلاسة اربعة خمسة ستة سبعة. واحد اثنين سلاسة اربعة خمسة ستة سبعة سمانية تسعة عشرة. واحد اثنين سلاسة. عدد ساعات المذاكرة خلال الاسبوع. اليوم. عدد ساعات المذاكرة خلال السبت كان كام يا طلابي هنا خمس حزم واربعة تسعة الاحد كان خمسة الاثنين خمس حزم ووحدة ستة السلساء خمس حزم واثنين سبعة الاربعي خمس حزم وخمس حزم عشرة الخميس ثلاثة حزم يلا مع بعض نكمل الدرس انظر الى الجدول التالي حيث ان العلامات التكرارية تعبر عن عدد ارغيفة الخبزة التي يحضرها الاب الى المنزل خلال ايام اسبوع سبما اكمل التمثيل البياني بالثور يلا مع بعض كده هوت اليوم وعدد ارغيفة الخبزة الذي يحضرها الاب الى المنزل ها السبت كان معي هنا خمس حزمة الحزمة بخمسة واربعة يبقى تسعة يوم الاحد معي حزمة بخمسة يبقى العدد دي خمسة يوم الاثنين عندي خمسة واثنين سبعة السلساء اربعة الخميس خمسة الاربعاء خمسة الخميس عشرة برافيا طلابي هيا بنا يا طلابي بقى عدد ارغيفة الخبزة الذي يحضرها الاب الى المنزل يلا السبت يلا مع بعض بالمفتح بتاعنا واحد اثنين سليسة اربعة خمسة ستة سبعة سمانية وطبعا النصف يرغيف بواحد يبقى تسعة الاحد خمسة الاثنين سبعة السلساء اربعة الاربعاء خمسة الخميس عشرة ومننساش المفتاح بتاعنا الرغيف الكامل باثنين رغيف والنص برغيف يلا مع بعض سألت المعلمة تلميزة العشرون عن رياضاتهم المفضلة فوجدت ان ست تلميز يفضلون كرة القدم واربع تلميز يفضلون السباحة واربع تلميز يفضلون القرى الطائرة وثلاث تلميز يفضلون كرة السلة وتلميزين يفضلون التينيس وواحد يفضل التكذيف هيا بنا نضع العلامات التكرارية كرة القدم ما عدد التلميز يفضلون ستة السباحة يفضلها اربع تلميز وكرة الطائرة يفضلها 4 وكرة السلة يفضلها 3 والتنس يفضلها تلميزين والتجديد يفضلها 1 برافيا طلابي أنا كده وضعت علامات التكرارية علامة صح أمام العلامات التكرارية لدى عدد التلاميذ الذين يفضلون إيه الرياضاتهم المفضلة هيا بنا نستكمل درسنا النهاردة يلا مع بعض السؤال التالي في رأيك ما طريقة المفضلة لعرض البيانات التعبير بجمل أم التعبير بنقاط أم التعبير من الأعمدة التعبير بالأعمدة برافو شاطر يا طلابي شاطرين برافو عليك ويلا مع بعض دائرة حول المختلف في كل صورة كما هو موضح بالمثال يلا مع بعض كده طلابي تعال مع بعض نشوف الصور كده ونلاحظ فيها يلا عد معي أول صورة فيها كام دائرة 4 والصورة الثانية فيها كام 2 والصورة الثالثة فيها 6 طيب والصورة الرابعة فيها 7 طيب إيه المختلف هي فعلا الصورة الأخيرة لأن كل الأعداد اللي فاتت اعداد زوجية طيب السؤال اللي بعده معاي هنا اه سورة مقسمة اول كان صورة مقسمة نصف تاني صورة مقسمة سلسة 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 رابع اه سلسة 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 سلس مقسمة اربع اربع طيب وي rozum رابع صورة مقسمة كان ستة ازداس طيب ايه الخطأ هو ماشي بالترتيب نصف ثلسة سلسة اه اربع اربع يبقى هنا مفروض كان يرسم خمس اخماس مش مرسومة يبقى اللي هنا عندي المختلف إيه ستة أزديس وصلنا لسؤال المتفوقين الذي قد نوهت عنه في بداية شرح الدرس يلا مع بعض أكمل النمط واكتشف القاعدة 11 13 15 عايزين نشوف القاعدة هي ايه وبنزود قد ايه يعني هاكمل النمط واكتشف القاعدة يلا طلابي يجاوب على سؤال المتفوقين وضعه في صندوق المتفوقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة